أي تأثير لأي أزمة عالمية بيأثر في العالم كله فالنهاردة لازم نحن نبقى حاسين بماذا التأثير الشديد لهذه الأزمة على العالم كله وبالتالي النهاردة كل المؤسسات الدولية ويمكن أنا كنت بقول مع زملائي من الوزراء والمجموعة الاقتصادية أنا بقولها هو أتحدى أي خبير عالمي النهاردة يطلع يقول كيف سيكون عليه شكل الاقتصاد العالمي في خلال سنة سيطرة من حالة عدم يقين ما حدش عارف بكرة حيحصل فيه أنا بقول لحركم لأنه ده كله بيفرد عبء شديد جدا على الحكومات وعلى القيادات إنها إزاي تدير أزمة لم يشهدها العالم بقاله 80 سنة النهاردة وإزاي نتعامل معاها ونكون قادرين على مواجهتها فبالتالي يمكن التعبير اللي أثير لهذه الأزمة أزمة أوكرانيا أنها أزمة فوق الأزمة أو أزمة بعد أزمة هم كانوا بيكلموا على كورونا ويدوبك العالم لسه بيشم نفسه حصلت هذه الأزمة فأزمتين وراء بعض فتدعيتهم الكبيرة وبالتالي الصندوق النقد نفسه الدولي قال الكلام ده حيلقي بزلاله القاتمة على الاقتصاد والأمينة العام للأمم المتحدة قال إن هذه الأزمة ممكن أن يعني يعني توقع هذه الأزمة نحو واحد وسبع من عشر مليار شخص يعني أكتر من خمس البشرية في براثن الفقر والعوز والجوع في ظاهرة عمرها ما حصلت من عقود كبيرة نفس الكلام قاله رئيس البنك الدولي إن عندنا أزمة كبيرة جداً هتقلس من أعمال النمو وحتسير التضخم وحتعمل أزمات كبيرة